هذا وأكد الرئيس سيسي ضرورة وضع حد فوري لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدسة الشرقية وهذا الوضع الحرق لا يترك لنا مجالا إلا لأن نضع أيدينا معا لننقذ المستقبل قبل فوات الأوان ونضع حدا فوريا لهذه الحرب المدمرة ضد الفلسطينيين الذين يستحقون الحصول على حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدسة الشرقية إن الأجيال المقبلة جميعا فلسطينية كانت أو إسرائيلية تستحق منطقة يتحقق فيها العدل ويعم السلام ويسود الأمن منطقة تسمو فيها أمال المستقبل فوق ألام الماضي